بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المعادلات والمتراجحات للأولى ثانوي رقم أربعة حيث قال لتكن العبارة ألي إكس تسنى إثنان إكس مربع زائد خمسة إكس زائد إثنان على إكس مربع ناقص واحد أسؤال الأول قال ما هي القيم الممنوعة للعبارة إكس ثم قال ثانيا تحق من صحة الكتابات المختلفة الأتية للعبارة حيث أعطيت لنا هنا إكس تسنى إكس زائد إثنان في إثنان إكس زائد واحد على إكس مربع ناقص واحد هذه العبارة رقم إثنان العبارة رقم ثلاثة هي ألي إكس تسنى إثنان زائد خمسة إكس زائد أربعة على إكس مربع ناقص واحد قال ثالثا اختار اختار العبارة المناسبة لحساب ألي سفر وألي جذر إثنان ثم قال رابعا حل في أهر يعني في مجموعة العداد الحقيقية المعادلتين ألي إكس تساوي لنا صفر وألي إكس تساوي لنا إثنان والمتلاجحة ألي إكس أكبر أو تساوي لنا إثنان إذن لنطلقها لبركة الله في الحل المفصل إذن عندنا السؤال الأول قال ما هي القيم الممنوعة للعبارة إذن نكتب هنا واحد القيم الممنوعة الممنوعة عفوا الممنوعة لمن للعبارة التي اسمها ألي إكس هنا أكيد ماذا أبنائي؟ العبارة هذه حتى القيم الممنوعة أكيد لهي المقام يساوي السفر ليس معناها هو طلب من القيم الممنوعة لاحظوا جيدا إذن ماذا نكتب؟ نكتب القيم القيم الممنوعة لمن؟ للعبارة اسمها ألي إكس ما هي أبنائي؟ هي الأعداد الحقيقية التي تحقق التي تحقق لنا ماذا؟ أنه إكس مربع ناقص واحد تساوي السفر هذه القيم الممنوعة إذن لا نقول لا تساوي السفر إذا قلت هنا لا تساوي السفر تصبح قيم غير ممنوعة مسموحة أما هي هذه القيم التي تعدم لنا المقام تصبح هي القيم الممنوعة نأتي إلى هنا نأتي نضع هكذا أو نأتي إلى أن هذه المتطابقة الشاهية رقم كم؟ رقم ثلاثة التي تكتب إكس ناقص واحد في إكس ناقص زائد واحد تساوي لنا سفر جداء عددنا يساوي السفر معناه إكس ناقص واحد هو الذي يساوي السفر أي ماذا؟ أي أن إكس يساوي لنا واحد يعني لما ننقل هذا إلى هنا أو إكس زائد واحد يساوي سفر أي ماذا أبنائي؟ أي أن إكس يساوي لنا ناقص واحد إذن ما هي القيم الممنوعة؟ القيم الممنوعة هي هذه هي إكس يساوي لنا واحد وإكس يساوي لنا ناقص واحد هي القيم التي ممنوعة يعني لا يمكن أن يأخذها هذا المقام حتى تصبح للعبارة ماذا؟ حتى تصبح للعبارة معناه الآن إذا جئنا إلى قلنا مثلا دي او يعني مجموعة تعريف هذا الكسرة هي كل الأعداد الحقيقية معاد القيم الممنوعة ما هي القيم الممنوعة اللي هي الناقص واحد والواحد حتى تفهموا يعني مجموعة التعريف لا تأخذ ماذا إلا القيم الممنوعة فقط يا أبنائي نأتي بعدها إلى ثانيا قال تحقق من صحة الكتابات إذن نكتب هنا التحقق من ماذا من صحة الكتابات نضحه جيدا هذا الأمر معناه نأتي بالعبارة رقم اثنان هذه نقوم بنشرها لا نسميها اليكس نتركها كما هي ونقوم بنشرها فعلينا أن نجد أنها تسوينا العبارة الأولى التي تعطيها لنا في نص التمرير إذن هنا ما علينا إلا استعمال النشر المقام يترك كما هو لهو إكس مربع ناقص واحد لماذا يترك كما هو لأن أصل العبارة كذلك مقامها متروك نأتي الآن ننشر هذا في هذا صبح لنا إثنان إكس مربع ثم في هذا زائد إكس ثم هذا في هذا زائد أربعة إكس ثم هذا في هذا زائد ماذا زائد إثنان تصبح تسوينا المقام يترك كما هو هو إكس مربع ناقص واحد أما لنصبح لنا إثنان إكس مربع ونجمع هذا مع هذا تصبح لنا زائد خمس إكس زائد ماذا زائد إثنان وإنها عبارة إي لإكس هذه فقط أبنائي هذا فيما يخص هذا المثال نأتي بعدها أبنائي إلى المثال أو الحالة الكتابة الثالثة ها هي الكتابة الثالثة كذلك هنا فيها اختلاف أنها غير محدثة المقام تصبح علينا أن نوحد لها المقام ونجدها مثل هذه تماما إذن المقام مشترك أكيد سوف يصبح لنا هذا مقام واحد حتى يصبح مثل هذا علينا أن نضربه في إكس مربع ناقص واحد فتصبح لنا إثنان في إكس مربع ناقص واحد على المقام واحد كما قلنا زائد هذه اللي هي خمس إكس زائد أربعة والمقام واحد إكس مربع ناقص واحد تصبح تسوي لنا هكذا المقام هو إكس مربع ناقص واحد أما البسطة يضرب هذا في هذا تصبح لنا إثنان إكس مربع ثم هذا في هذا ناقص اثنان ثم زائد خمس اكس زائد ماذا زائد اربعة فتصبح تساوي ها هي امامكم وهي اكس مربع ناقص واحد على ماذا فهنا عفوا في البسط هو اكس اثنان اكس مربع زائد خمس اكس ثم عندنا هذا مع هذا زائد اثنان وانها نفسها هذه العبارة التي اشير اليها لهي تساوي لنا اولي اكس فقط يا ابنائي نأتي بعدها ابنائي الى ثالثا اختر العبارة المناسبة لحساب هنا كم يجد لنا من عبارة عندنا رقم واحد الاولى التي اعطيت رقم اثنان ورقم ثلاثة نكتب هنا اختيار العبارة المناسبة لحساب اولا ننطلق ماذا لسفر تساوي هنا ماذا نختار ابنائي الاصل هنا ان نختار العبارة الاولى فقط لانها بسيطة بالرغم هو كل هذه تعطينا نفس النتائج لكن نختار ابسط نختار نكتب هنا نختار العبارة واحد فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا الي صفر تساوي ناتي بالعبارة ها هي امامكم ما علينا الا في مكان كل اكس نعوض بشيء اسمه صفر معناه هنا صفر صفر وصفر تصبح تساوي ان هذا يذهب الى صفر هذا الى صفر وهذا الى صفر فتبقى لنا ماذا تبقى لنا اثنان على ناقص واحد ليتعطينا ناقص اثنان فقط هذا هو الحساب لهذه العبارة ناتي كذلك الان حساب الي جذر اثنان الي جذر اثنان هنا كذلك تبدو البسيطة هي هي ان تنقص على نفسك التعب اذا نختار العبارة الاولى فقط لهي ماذا هكذا ولا يعني ان اذا اخترت العبارة الثانية او الثالثة لا نصل ان تصل الى نفس النتيجة لكن بطرق معقدة فقط فتصبح لنا اثنان في في جذر اثنان الكل مربع زائد خمسة في جذر اثنان زائد اثنان على جذر اثنان الكل مربع ناقص واحد تصبح تساوي لنا نحن نعلم ان جذر اثنان مربع كم هو اثنان تصبح لنا اثنان في اثنان اللي هي اربعة ثم زائد خمسة جذر اثنان زائد اثنان كذلك في المقام جذر اثنان مربع لهو اثنان اثنان ناقص واحد تصبح تسوينا عندنا اولا هذا مع هذا يصبح لنا الستة زائد ماذا زائد خمسة جذر اثنان وهنا كم تعطي لنا واحد لا دعي لكتابته اذا هذه هي اي لجذر اثنان ويقول احدكم يا استاذ واذا اخترنا العبارة مثلا الثالثة في العبارة الثالثة هنا تصبح لكم جذر اثنان وهنا تصبح لنا هنا اثنان لان جذر اثنان مربع ثم نكمل كذلك الا انه سوف نضيف ما نسميه توحيد المقام وهنا كذلك يمكن ان اكتبوا جذر اثنان تساوي اثنان زائد ماذا زائد انتبهوا هكذا تصبح لنا خمسة في جذر اثنان زائد اربعة على اثنان ناقص واحد تصبح تساوينا اثنان زائد خمسة جذر اثنان زائد اربعة نجمع هذا مع هذا تصبح تساوي 6 زائد 5 جذر 2 أو الكل يعني تؤتيكم إلى نفس النتجة يا أبنائي فقط نأتي بعدها أبنائي إلى رابعا قال حل في المعادلات والمترجع إذن نكتب هنا حل في مجموعة الأعداد الحقيقية المعادلة ننطلق بالمعادلة الأولى التي هي x تساوي كم تساوي أول شيء نقول لحل المعادلة نعين ماذا؟ نعين مجموعة تعريف تعريف هذا أول شيء مجموعة التعريف التي قلناها ما هي القيم الممنوعة القيم الممنوعة وجدناها هي x يساوي 1 وx يساوي ناقص 1 إذن ماذا قلنا مجموعة التعريف قلنا أن d تصبح تساوي كل الأعداد الحقيقية مع هذا القيم الممنوعة اللي هي ناقص واحد وماذا؟ وواحد يعني علينا أن نحترم هذا الشرط لأنه يجعل المقام تساوي السفر وهذه غير موجودة في الرياضيات الآن ما هي العبارة التي نختارها؟ نختار العبارة ما هي العبارة؟ نختار العبارة الثانية لأنها أبسطهم ها هي العبارة هي هذه حتى تلاحظ جيدا إذا ذهب معنات الترقيم نختار العبارة اللي هي إكس زائد إثنان في ماذا؟ في إثنان إكس زائد واحد على إكس مربع ناقص واحد نجعلها تساوي السفر قلنا المقام مستحيل يساوي السفر حسب مجموعة التعريف هذه إذن هنا ماذا نقول؟ نقول ومنه إذا كان إكس قلنا ينتمي إلى كل الأعداد الحقيقية معادة ماذا؟ معادة أبناء اللي هي الناقص واحد والواحد يعني عن مجموعة التعريف عندنا يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا إكس زائد ماذا؟ زائد إثنان في إثنان إكس زائد واحد يساوي السفر مع إكس مربع قلنا ناقص واحد لا يساوي السفر هذه قاعدة إذن حسب مجموعة التعريف إذن ماذا ينتج لنا؟ أبناء جوداء عددين يساوي السفر معناها هي إما إكس زائد إثنان هو الذي يساوي السفر معناها يصبح إكس يساوي ناقص إثنان أو إثنان إكس زائد واحد يساوي الصفر أي أنه إكس يصبح يساوينا لما أنقل هذا إلى أن نصبح ناقص واحد نصبح لنا ناقص واحد على إثنان تصبح لنا مجموعة الحلول هي ماذا؟ هي الناقص إثنان وناقص واحد على إثنان إنها مجموعة حلول مع ماذا؟ مع الدي أف دائما علينا أن نحترمها في حل المعادلات والمتراجحات فقط أبنائي نأتي بعدها إلى المثال الذي جاء بعده لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم المثال الذي أعطينا الآن لهو إلي إكس تساوينا كم؟ تساوينا إثنان إذن أولا مجموعة التعرف دائما دي أ تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية مع هذا القيم الممنوعة عليكم باحترامها ثم نحل تصبح لنا إلي إكس تساوينا إثنان هنا ما رأيكم أن نأخذ هذه العبارة أفضل حتى يختزل الإثنان مع الإثنان تصبح لنا إثنان زائد أربع عفوا خمسة خمسة إكس زائد ماذا؟ زائد أربع على إكس مربع ناقص واحد تساوينا إثنان فلو أنقل هذا إلى هذه الجهة تصبح لنا ناقص إثنان وماذا؟ ويحذف من هذا مما أنه ماذا يسمح؟ أن هذا ذهب مع هذا فماذا بقيت لنا العبارة؟ بقيت لنا العبارة تساوي سفر مع دائما قلنا أنه تصبح لنا خمسة إكس زائد أربعة هي التي تساوي سفر وأما إكس مربع ناقص واحد هذا لا يساوي سفر احتراما لدي آف دي أ فننقل هذا إلى هنا ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه خمسة إكس تساوينا ناقص أربعة ومنه إكس تساوينا ناقص أربعة على خمسة أي نقول مجموعة الحلول الأس فتحة تساوينا ماذا؟ تساوينا ناقص أربعة على خمسة فقط وهذه القيمة التي نجدها هنا لو نعوذ بها في هذا المكان مع احترام مجموعة التعريف هذه دائما سوف نجد إثنان مثل ما طلب منها فقط ناتي بعدها أبناء إلى حل المتراجحة إذن نكتب هنا حل المتراجحة اللي هي أولي إكس أكبر أو يساوينا إثنان هنا أبنائي علينا أن ناتي بعبارة الأولي إكس هي هذه العبارة هي الأفضل لماذا أبنائي؟ لأنها سألت تسمح لنا باختزال إثنان من كل طرف إذن فهكذا إثنان فلما أنقل هذا إلى هنا تصبح لنا خمسة إكس زائد أربعة على إكس مربع ناقص واحد أكبر أو يساوينا الصفر نقول حل المتراجحة هذه المتراجحة حل هذه يؤول يؤول إلى دراسة إشارة العبارة ما هي العبارة التي يجب علينا أن ندرس إشارته اللي هي خمسة إكس زائد أربعة على إكس مربع ناقص واحد ونحن نعلم أن إشارة كسر هي من إشارة البسط في المقر أي ندرس إشارة ماذا إشارة اللي هي خمسة إكس زائد أربعة مضروب في إكس مربع ناقص واحد في ماذا في آر معادة ناقص واحد والواحد يجب قلت دائما لحل معادلة ثم تراجعت أول شيء هو تعيين مجموعة التعريف حتى تفهموا جيدا الآن أبناء ما هو هذا اللي هي نقطة نقطة وهذه الكتابة اللي هي خمسة إكس زائد أربعة الإكس مربع ناقص واحد مكتوب هو إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد لماذا لأن هذه القيمة أليست هي إكس مربع ناقص واحد نعم الآن جداع عدد ما هي الإشارة نأتي الآن أبنائي لنعين هذا الجدول الذي من خلاله سوف نعطي حلول هذه المتراجحة بطريقة بسيطة إذن هذا الثاني وهذا الثالث وهذه هنا حرب الإشارة فقط لاحظوا جيدا حتى تفهموا الآن ننطلق هكذا ثم نترك هذه هكذا ثم نأتي إلى غلق من هنا وننطلق أول شيء أبنائي هنا نكتب إكس من ناقص ما لا نهاية أولا إلى الزائد ما لا نهاية نأتي أولا إلى هذه العبارة اللي هي ماذا اللي هي أربعة خمسة أفوا خمسة إكس زائد ماذا أربعة قلنا عند ماذا تنعدم تنعدم عند ناقص خمسة على ماذا خمسة أفوا ناقص أربعة أعتذر ناقص أربعة على ماذا على خمسة هنا هكذا بما أنها عبارة من الدرجة الأولى فإن ها هو العدد المضروف في الإكس تقول من هنا النفس ومن هنا عكس فقط نأتي للعبارة الأخرى أبنائي التي هي إكس زائد واحد إكس زائد واحد أين تنعدم دقيقوا نحن في هذه إكس زائد واحد تنعدم عند ناقص واحد الناقص واحد أكيد سوف يكون في هذا الموضع هكذا هنا نفس وهنا عكس ثم نأتي إلى الحالة التي بعدها نتابع جيدا إلا أن أبنائي هنا نعتذر على النقص واحد هو أصغر من القيمة الأخرى ننتبه جيدا نقطة حدثة إشكال فقط في الحساب هنا ناقص قلنا أربعة على خمسة إذن قلنا تنعدم من هنا زائد ومن هنا ناقص ثم عندنا العبارة التي بعدها هي إكس قلنا زائد واحد تنعدم عند النقص واحد يعني النقص واحد ليس من هنا بل من هنا فقط هتتفهموا جيدا إذن هكذا نزل إلى هنا هنا نفس وهنا عكس ثم تأتي العبارة بما أن نلاحظوا جيدا هنا كان ناقص عليكم أن تفهموا أن يبقى هنا ناقص لأن هذا الخط هو عابر سبيل فقط ثم نأتي إلى العبارة التي بعدها هي إكس ناقص واحد أين تنعدم؟ إنها انعدمت عند الواحد الواحد من هنا ينزل هكذا لكن هنا يصبح له ينعدم هنا زائد وهنا ناقص الآن نكمل الخطوط فقط أولا بما أن هنا وجد تبقى لنا هنا زائد ونزل هذا الخط هكذا ليصل إلى هذا المكان دقيقوا معي ماذا وجد هنا؟ وجد هنا زائد فليترك زائد لا دخل له فيها وهنا لما نازل وجد من هنا ناقص ثم هذا الخط ينزل هكذا لاحظوا جيدا وينزل هنا هكذا لكن ننتبه رويدا رويدا حتى نتعلم إذن وأصبحت لنا إذن وجدنا ناقص يبقى لنا هنا ناقص أما العبارة التي نكتبها في الأخير اللي هي أربعة إكس زائد واحد عفوا خمسة إكس أعتذر على هذا الخطأ خمسة إكس زائد أربعة على إكس مربع ناقص واحد هكذا لكن قلنا نحن قيمة ممنوعة معناه هنا نضع الخط الأحمر لأن هذه قيمة غير مسموح بها في الكسرة هكذا حتى تتعلم لآن نأتي إلى قضية الإشارة فقط نحن قلنا إشارتها من إشارة هذا الجداء أي هنا كذلك من إشارة هذه حرب هذه الإشارة الناقص في الناقص في الناقص ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص ثم الناقص في الزائد في الناقص ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا الزائد ثم الزائد في الزائد في الناقص يعطي لنا ناقص ثم الزائد في الزائد في الزائد يعطي لنا الزائد الآن هو ماذا يطلب مننا يا أبني الشيء الذي طلب مننا هو أن نعطي له حلول متراجحة ما هي حلول متراجحة لها إثنان أو إلي إكس بدرجة أولى إلي إكس أكبر أو تساوينا الإثنان بعدما حسبنا يا أبني بقيت لنا هي خمسة إكس زائد أربعة على إكس مربع ناقص واحد عفوا إكس مربع ناقص واحد أكبر أو يساوينا صفر ما معنى في هذا الجدول الذي أريكم هنا بالنقطة الحمراء نختار المجال الذي كان فيه القيمة الإشارة الموجابة فقط فاصبحنا القيمة الموجابة من ماذا من هذا المكان إلى هذا المكان ومن هذا المكان إلى هذا المكان نقول أس لهي مجموعة الحلول تصبح لنا من ناقص واحد مفتوح لماذا لأن قيمة ممنوعة إلى ماذا إلى ناقص أربعة على خمسة لكن هنا مغلقة عادي ثم اتحاد ماذا اتحاد الواحد مفتوح إلى غاية الزائد ما لا نهاية فقط يا أبناء هذه هي حلول هذه المتراجحة بأبسط طريقة الشيء الواحد الذي احذروا منه هو أن تعلموا أن هنا المجال يجب أن يكون مفتوح لأن هنا إنها قيم كيفه إنها ممنوعة فقط يا أبناء يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كانت المتراجحة الآن عكستها ما هي الحلول الحلول أن تقول من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا فقط تصبح لكم S فتحة تساوي لنا ماذا تساوي لنا من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد مفتوح اتحاد ماذا اتحاد من ناقص عفوا مغلوق هنا لاحظوا اتحاد قلنا من ناقص أربعة ناقص أربعة على خمسة إلى غاية ماذا إلى غاية الواحد لكن يبقى دائما مفتوح لأن قيمة ممنوعة فقط يا أبناء وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لتنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته